من بغداد معنا مباشرة مستشار الأمني لرئيس الوزراء حسين علاوي دكتور حسين مساء الخير أن يطلب بلينكيم رئيس الوزراء يجدد الطلب هو للإفاء بالتزامات الحكومة العراقية بحماية القواعد الأمريكية هذا الطلب قد يتأتى من معلومات ربما تستند إليها واشنطن بنية الاستئناف الاستهداف بعد استئناف القتال في غزة ماذا أعدت الحكومة لهكذا احتمالاتها مساء الخير عليكم مساء الخير على المشاهدين الكرام كي سؤال مهم ولكن لا يوجد لدينا قواعد أمريكية بالمناسبة القواعد الأمريكية قد انتهت منذ عام 2011 ولدينا قواعد عسكرية عراقية تحتضن بعثات استشارية من قبل الجانب الأمريكي ومن قبل جانب التحالف الدولي وبالتالي الحكومة العراقية تعمل على حمايتهم وتوفير الأجواء الآمنة لعملهم ومساعدتهم للقوات الأمنية في التدريب والتمكين وكذلك بناء القدرات وكذلك بالمقابل الحكومة العراقية ملتزمة بحماية البعثات الدبلوماسية وفق الاتفاقية فيينة وبالتالي السيد رئيس وزراء عندما تحدث مع وزير الخارجية الأمريكي في الاتصال الهاتفي كان هناك تطبينات كبيرة من قبل الحكومة العراقية أن البعثات الدبلوماسية لم تتأثر وهي بالفعل منذ تسنم سيد رئيس وزراء الإستاني محمد الشيعة السوداني في 27 عشرة فيين واثنين وعشرين ولغاية هذه اللحظة لم يكن هناك هجمات كما كانت في عهد الحكومات السابقة وكذلك بالمقابل القواعد العسكرية العراقية التي تعرضت هي تأثرت بسبب أزمة غزة مثلما ذكرت حضرتك وكذلك بالمقابل آثارها الآن يجري العمل عليه من خلال الحكومة العراقية بالتعاون مع القوى السياسية العراقية واتدافة دارة الدولة والإطار التنسيقي وكذلك بالمقابل القوى البرلمانية التي تعمل على حماية العراق واستقراره وكذلك دعم مسار سيد رئيس وزراء الإستاني محمد الشيعة السوداني في قيادته للموقف السياسي باتجاه القضية المركزية القضية الفلسطينية وخصوصا أزمة غزة ودور العراق دور كبير جدا حقيقة في هذه الأزمة كانت جانب الإنساني أو جانب السياسي أو كذلك جانب التنسيق المواقف مع الجانب العربي والإسلامي وكذلك الدولة